السلام عليكم كنتمنكم تكونوا كلكم بخير على خير اليوم شاء الله غادي نوجد معاكم باديل الورقة البسطيلة عجينة المسمن كي تنورقوها كنخدمو فيها مباشرة بدون تعب ولا مجهود كتجي مورقة بحل عجين المورقة واليوم الجديد في الحشوة بالخضار بطريقة زوينة وكتجي اكتر من رائعة غادي نبدو ان شاء الله في العجين عدنا خمسة الكؤوس ديال العنبة من دقيق الابيض الخاص بالحلويات وشوية الملحة والماء باش غادي نعجنو فقط الماء سيكون عادي ماشي سخون ماشي بارد كنبدو نجمعو في العجينة ديالنا العجين راهية ساهلة ويمكن لكم تديرو نصف الكيمية ديال هاد الطحين المهم بالنسبة اه خوتتنا الجزائريات عدنا خمسميات قرام ديال دقيق الابيض الخاص بالحلويات وشوية ديال الملح وعدنا جوج كيسان ديال الماء بالنسبة للكيسان عدنا تلتميات مليليتر من الماء صافي كنجمعو العجين ديالنا كنجمعوها باش ما كايبقاش داك دقيق متكتل على هاد الشكل صافي كنجيبو بلاستيك وكنديرو شوية ديال سيت فيها باش مكا تلتساقش في داك البلاستيك وكنخليوها ترتاح مهم مدة الراحة ديالها اه تقدرو اه الا ما عندكمش الوقت غادي تخليوها نصف ساعة لكن عندكم الوقت تخليوها ماشي مشكل تساعة تجوش هاي الحشوة الاقتصادية وجديدة وبوحد المذاق الرائع حشوة ديال هاد لوقيته يعني ناكلو شوية الخضر عدنا فلفلة حمرة مقطع مربعات عدنا بصلة كبيرة تهي كذلك مقطع مربعات او بالقطع ديال ربع وعدنا جوج دروس او لا جوج فصوص من التون هادي هي الحشوة ديالنا ديال اليوم اراها ما نقوش لكم ما استغربوش را غادي جيبنينة والديدة بلا جاج بلا طون بلا لحم الاضافة اللي كنضيفو كنضيفو مليحة لي بزار وغادي نشحرها مزيان دائما مني كتبغو تشحروا الحاجة ما ننقوش حس كنت بغا نقول البنات ولكن معايا كل شيء معايا الولاد والبنات احتراماتي الكل اللي كيتفرج فيها احتراماتي ليهم مني كتبغو تشحروا في الحاجة دائما ديرو مليحة وبزار باش تكون بنينو ولكن شحروا ما تديروش توابل كلهم حيات مني كنضيفو توابل كيتحرقو علاش انا دائما كندير مليحة وبزار تنخلي الكل تكيت شحروا كينزل مزيان وغادي نطيف الاضافات الاضافة للضفت نص معلقة صغيرة دي الكامون ومعلقة صغيرة عامرة دي الفلفل حمراء ومعلقة دي الهريسة هادو هما المكونات اولى التوابل اللي غادي نضيف وجوجه معالق كبار دي القزبر ومعد نوس هاد الحوشوة كاتجي معلكة وكاتجي لديدة المهم اللي ما عندهاش ليشو او لا ما عندهاش المكوور ديرو ديرو بلس وقرعة ديرو المهم الخضراء اللي عندكم غادي تجبدوها وغادي تخدموها وغادي تديرو هاد التوابل اللي عطيتكم را غادي تجيكم بنينة ومطبعة الحال الزيت واش قلت لكم ولا الله من طبيعة الحال واحد ربعات المعالق كبار دير زيت اورا اولى وربع كاس غير المهم لي دم تيبقى لحسابكم واش بغايتو لي دم بأول الله خليتها رساحت ما نكذبش علكم والبنات انا خليتها باتت ماشي تدرساحت انا جنتها وما كنش مسارياليها وخليتها ما نقوش لكم مني تتخلي واتت باتتك تديروها في تلاجة من طبيعة الحال ما تخليواش على برا من الاحسن هانتما كديرا جينا ملسة 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 اكتر من ملسة يعني كدزل قراب وحدها بالله صابون كنشكلو كويرات صغار اكنضحك معكم كنشكلو كويرات صغار بحالة شكل هادي هي اللي اعطتني انتو ما حسبو شحال من وحدة بلا ما نحسب لكم انتو انا انا نخدم وانتو ما حسبو حس في الاخر كتقول يا شحال من وحدة شحال من هادي المهمة كانضحكم معاكم كنجيبو شوية ديالز زيت وشوية ديالز زيز بداو كان بداو نورقو اول حاجة كنديرو شوية ديالز زيت وكنورقو نساء ورجال. المهم العاجين. اه لا بغيتوها تجي مورقة وتجي من قرمشة وتجي رقيقة وتجي زوينة. ارى لما ورقتوها شرا ما تكونش هي هاتي. رخصات بان من الرخة ما وتكون مورقة. انا كنشوف شي مسمى في اليوتيوب لا حولك ولا قواتك. الا بالله العلي العظيم. والعجينة مغليدة. وكيشدوها وكيطويوها وكيجمعوها وتيقولو لك حقا اه. ارى ما يمكنش جيكم. اه لا كانت غليدة فخليتوها غليدة. تبقى غليدة. ورقوه العجينة مزيانة. راه هي الخدمة ديالها في التوريق. الى بغيتو الورقة تجيكم رقيقة وزوينة ومقرمشة وكيف بغيتو انتوما. رخصكم تورقوها مزيانة. غادي نعود لكم حتى ما شرحش لكم في هادي. تلنا وغادي نشرح لكم في التانية. المهم زبدة اللي عندكم خدموا بها. خدموا بالحيوانية. خدموا بالنباتية باش مكان بالواطة باش مكان عندكم خدموا بها. اه هاد 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 العمارة ولا هاد هاد العجي اللي درت لكم اليوم يعني ارخيصة على حسب الوضعية فاش احنا كاينين. الله يخفف ما نازل. والله يحن فينا والله يبعد منا هاد الوابق. الواحد اللي عندك خضيرة في الدار غادي تحقيها ولا تقطعها مربعات ودو وزيفها شوية الحرور وشوية ديل ففل حمرة وشوية الكامون ما نقوش لكم وضريصة ديلة تصرح سام زيان كنضير فلها شوية دياز الزبدة. بالنسبة الزبدة اللي خدمت هنا هي زبدة آآ نباتية. مم. درت لكم في اللول شكل واحد اخر. ده هادا شكل آآ تاني. هادك آآ اللول كنت كنتني لكم تانية عباش كندير الحشوة. هادك ديرو من الاحسن اللولاني. المهم تفرجوا تالي وديرو اللولاني احسن هو لي عجبني. هادا هي الزويتة اللي دائما سنخدم بها وتنقول هاليكم كندهن بها قعل مملحات. يعني زيت. مثلا كاس دياز زيت كنديرو فيه واحد الاولى نصف كاس دياز زيت كنديرو فيه وحد نصف معلقة صغيرة ديال فلفل الحمراء وكنخلطوها ونخليه الزيتة كيصفة. يعني ديك التحميرة كتنزل فلفل الحمراء كتنزل وكيبقى غلس زويتة. وكان بدون ندهنو بها حيات ما تدهنوش بالتحميرة كتبقى حوبيبات وقد تحرق في الفرن. كان دهنو بالنسبة كانفتح واحد الفتيحات صغار بحالة شكل. بالنسبة للفرن غادي يكون سخون من قبل وعلى نار عالية يعني ميتين وخمسين درجة. غادي ندخل السر السر الخاطر هو دي الفران. غادي ندخل هاد الرغايف ديولي الفران. وغادي نخليهم مجهد الفران ملتحت. يطيبو ملتحت اولا. تاك نحس بهم تشمعوا يعني مبقاوش مبقاوش خضرين يعني وخباقين بيضين. شدو فريوسهم وديك الساعة كننقص النار على ميتين درجة. ونشعل الفوق تاك يتحمروا. وغادي نخرجهم كي ما شفتو. كي يجيو من الرواع ما يكون والبنة. وهديك الخضرارة ما نقولش لكم جربوها البنات وجربوها اللي كي شوفني يجيو الربعة. اراها زوينة زوينة بزاف. كتجي زوينة اولا عندكم شي ستاؤلات اولا اقتراحات خلي وليف تعاليق ديها 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 خلي وليف تعاليق ديها ايا مشات لا درا. ارا كان عاود الفيديو اراها عشرين مرة ولا اكثر. والمهم اه اي حاجة بغيت تسولوا عليها خلي وليف تعاليق لانها كتهمني بزاف وشكرا شكرا بزاف على المشاهدة. وما تنسونيش في لايك خلي وليالي لايك كتيرا باش نعرفكم رأينا هاعجبكم هاد الحاجة اقتصادية باش يمكن ليا نبدع ونختارها وندير بزاف تلحويش على ودكم حترة تشيرها ماشي ساهل باش الواحد يخدمو يجربو تقدر الحاجة ما تعجبنيش في الضوق ما ما كان صورهاش ما كان مكان رميهاش لكم وهاد الشي اللي بغينا نتعاونو مع بعضياتنا اجباتكم الحاجة وشتوها وجربتوها دائما للايك ما تنسوهم شو والبارتاج وشكرا شكرا بزاف تنتو مع التعاون ديركم وشكرا للمشاهدة والله يحفظكم لي والله يخطيكم لي واسلام عليكم استوديكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة